بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء السادس من الشابطة الثالث بعنوان Application Nautical Isometric سوف نواصل مع المثال اللي شفناه في الجزء الخامس وهو المنظور ده وهنحاول إيه؟ هنحاول نرسم الـ Isometric حددنا في الجزء الخامس نقطة البداية وقلنا هنرتفع من تحت 34 وهنيجي من اليمين 122 وكده تحصلنا على نقطة البداية والآن هنبدأ إيه؟ هنبدأ نرسم المنظور بتاعنا ليزومتري ده خط الـ X بتاعنا وده خط الـ Y وده خط A خط Z عشان نرسم المنظور هنجيب المسطرة بتاعنا تحت هذه المسطرة وهنجيب المثلث وهنروح في اتجاه الـ X نرسم الخط ده طوله كم؟ طوله 100 نشيل منها 40 باقي 60 نقسمها على 2 ونتحصل على 30 يعني طول الخط ده 30 وطول الخط ده 30 مليمتر يعني هنروح في اتجاه هنا الـ X 30 مليمتر هنحطها هنا الـ X عشان ما ننساها ده المفروض ده الـ X بتاعنا وده الـ Y وده A وده Z ده أول خط رسمناه بعدها هنعمل A هنترك فراغ هنا اللي هو يساوي كم؟ اللي هو يساوي 40 هذا الفراغ بتاعي يساوي 40 ونرسم خط طوله كم؟ هنرسم خط هنا طوله كم؟ طوله A زي الخط ده اللي طوله 33 ده طول الخط بتاعنا 30 بعدها هنجيب المثلث ونضعه على المسطرة على الزاوية 90 ونزيحه في اتجاه اليمين إلى أن نصل إلى نقطة البداية ونرسم خط عمودي بارتفاع كم؟ ارتفاع الخط ده بتاعنا هو المفروض يساوي كم؟ يساوي 15 ملي متر يعني هنرتفع هنا 15 ملي متر هذا الخط بتاعنا اللي رسمناه هذا الخط هو هذا الخط اللي رسمناه في اتجاه الزد وبعدها هنزيح المثلث للنقطة الثانية دي وهنرسم نفس الخط ولكن بارتفاع 20 بارتفاع 20 هذا الخط ارتفاع 20 وبعدها هنزيح المثلث إلى أن نصل للنقطة هذه ونرسم خط عمودي في اتجاه الزد بارتفاع كم؟ بارتفاع 20 هذا هو الخط بتاعنا وبعدها هنزيح المثلث إلى آخر نقطة بتاعنا ونرسم خط ارتفاع كم؟ ارتفاع 15 زي الخط ده هنرسم خط ارتفاع 15 بعدها هنوصل للنقطة هذه بالنقطة هذه عشان نرسم ايه؟ عشان نرسم الخط بتاعنا ده بعدها هنروح في اتجاه الواي مسافة كم؟ مسافة 50 عشان نرسم الخط بتاعنا ده وهنطلع بفوق هنا خمستاشر عشان نرسم الخط ده ونوصل النقطة دي بالنقطة دي ودي حاجة سهلة بعدها وصلنا الخط ده فيه ورسمنا الخط هذا في اتجاه ايه؟ في اتجاه الواي وبعدها هنرتفع مسافة 50 هذه المسافة بتاعي هنرتفع مسافة 50 ونرسم ايه؟ نرسم خط خفيف هذا الخط الخفيف بتاعي طوله كم؟ طوله 100 وبعدها هاجي في الوسط هنا واروح مسافة 50 كده ها رحنا مسافة 50 من الوسط مسافة 50 ورسمنا خط صغير ده طوله كم؟ او بالاحرى هنا خلينا نشوف على المنظور هنا محتاجين نرسم الخط الصغير ده خط الصغير ده المفروض عندي هنا كلها المسافة 60 يعني من الوسط هنا عندي كم 30 وطول الخط الصغير ده المفروض حاجيبه ازاي عندي طولها هذي ايه؟ هي القطر بتاع الدايرة ده اللي هو كم اللي هو 25 ضرب 2 اللي هو 50 يعني طول المسافة ده نعيد ثاني طول المسافة هذه 60 وطول المسافة هذه 50 يعني الباقي عشرة يعني الخط الصغير ده طوله كم؟ طوله 5 ملي متر يعني هروح مسافة من هنا من الوسط هروح مسافة 30 هروح مسافة 30 هذه 30 وايه؟ وارسم خط هنا طوله كم؟ طوله 5 ملي متر نفس الحاجة من الناحية التانية قلنا هذا الوسط بتاعي رحت كم 30 كده وارجعت وراء كده كم؟ 5 ملي متر ورسمنا الخط الصغير ده والخط الصغير ده بعدها هوصل النقطة هذي بهذي والنقطة هذي بالنقطة هذي عشان نرسم ايه؟ عشان نرسم الخط المائل ده والخط المائل ده بعدها هاجم النقطة هذي واروح في اتجاه الواي في اتجاه الواي كده مسافة كم؟ عشان ارسم ايه؟ عشان نرسم الخط ده اللي هو طوله كم اللي هو طوله 50 نفس الحاجة هاجي للنقطة دي وارسم الخط هذا اللي طوله كم اللي طوله ايه؟ طوله 50 ونجفل الخطين ونوصل النقطة هذي بالنقطة هذي عشان نرسم ايه؟ عشان نرسم الخط ده هذا الخط بعدها هاجي مسافة من هنا الهين مسافة كم؟ نبحث على هنا اللي هي مسافة 10 ملي متر اروح مسافة 10 ملي متر كده ونزل خط عمودي هنزل خط عمودي هذا خط عمودي طوله كم الخط العمودي ده طوله 25 اللي هو ده الخط طوله 25 بعدها ارسم خط موازي ده من النقطة دي ارسم خط موازي للخط ده من النقطة دي وبعدها اوصل بكل بساطة النقطة هذي بالنقطة هذي بعدها اروح من النقطة هذي موازي للواي هذا الواي بتاعي مسافة كم؟ قلنا هذي كلها 50 اشيل من هنا 10 واشيل من هنا 10 تبقى 30 يعني الخط هذا طوله كم؟ طوله 30 ملي متر يعني هرسم خط طوله كم؟ طوله 30 ملي متر هذا الخط من هنا الهين طوله 30 ملي متر بعدها ارسم خط من النقطة هذي واترك هنا مسافة 10 ملي متر وارسم الخط بتاعه وبعدها على زاوية 30 زاوية 30 موازي الـ A موازي الـ Y برسم الخط بتاعي ده اللي هو بيمثل الخط ده اروح للنحية التانية وارتفع من هنا مسافة كم؟ ارتفع مسافة 30 عشان ارسم الخط ده من النقطة هذي للنقطة هذي بعد ما رسمنا الخط ده اجي من هنا وارتفع بنفس المسافة اللي هي 30 عشان ارسم الخط ده هذه البداية بتاعه وهذه النهاية بتاعه ونفس الحاجة من النقطة هذي هذه نفس النقطة بارسم الخط ده اللي هو طوله كم؟ طوله 30 بعدها هارسم السنتر لاين بتاعي هذا السنتر لاين بتاعي موازي لـ A السنتر لاين موازي لـ A للـ X هذه الـ X بتاعي وهذه A هذه الـ Y وقالنا الزاد اللي هي الزد اللي هي عمودي رسمنا السنتر لاين اللي هو موازي للـ X بعدها هارسم السنتر لاين اللي هو موازي لـ A موازي لـ Z اجي في الوسط هنا وارسم A السنتر لاين بتاعي العمودي بعدها انزل مسافة كم؟ هنزل مسافة 25 هنا عايزين نرسم ايه؟ عايزين نرسم الجزء بتاع الـ Ellipse ده نص الـ Ellipse ده هو بمثل دايرة نص قطرها 25 يعني هنزل تحت هنزل من هنا مسافة 25 مليمتر وارسم الخط ده اللي هو موازي لـ A اللي هو موازي لـ X بعدما رسمت الخط الموازي ده هطلع فوق كمان مسافة 25 وارسم الخط الموازي ده وأكمل الخط ده اللي هو موجود على مسافة 25 قلنا الـ 25 مليمتر دي بتمثل ايه؟ بتمثل الـ R بتاع الـ Ellipse بتاعنا ده وأوصل الخط كمان من الناحية التانية ده أكمله وكده تحصلت على نجات التقاطع اللي هتعطينا ايه؟ مراكز الـ Ellipse بتاعنا أروح أركز في النقطة واحد هذه النقطة واحد بتاعنا وأفتح الفرجار للنقطة 6 من واحد أفتح الـ 6 ووصل النقطة 6 بالنقطة 4 ده بالنسبة للمركز الأول بالنسبة للمركز الثاني ازاي تحصلنا عليه؟ وصلنا النقطة واحد بالنقطة 4 والنقطة 5 بالنقطة 2 عشان نتحصل على المركز الثاني بتاعه الـ Ellipse بتاعنا وأخذ الفرجار وارح أركز في نقطة التقاطع دي وافتح الفرجار إلى النقطة 4 ووصل النقطة 4 بالنقطة 2 وكده تحصلنا على ايه؟ أو رسمنا ايه؟ رسمنا الجزء أو نصف الـ Ellipse ده بعدها هنعمل إزاحة بدع المركز واحد هنعمله إزاحة في اتجاه ايه؟ وهذه نقطة مهمة جدا هنعمله إزاحة في اتجاه الـ Y بكم الإزاحة دي هنعمل إزاحة بتاع المركز ده بمسافة كم؟ مسافة 50 عشان نرسم الجزء الثاني بتاع الـ Ellipse هذا الجزء محتاجين نرسمه عشان نرسمه عملنا ايه؟ عملنا إزاحة بتاع المركز واحد في اتجاه الـ Y مسافة كم؟ مسافة 50 مليمتر ايه هي الخمسين؟ هي هذه المسافة بتاعنا بعد ما عملنا الإزاحة نيجي للمركز ده اللي أزحناه وناخد نفس الفتحة الأولى اللي هي من واحد إلى ستة هادي الفتحة اللي هنفتح بها الفرجار من واحد إلى ستة ونروح نركز في المركز ده اللي تحصلنا عليه بعد إزاحة المركز واحد وإيه؟ ونرسم الجزء بتاعنا ده ده تعتبر عملية إيه؟ إزاحة الخطوة اللي بعدها هنزيح المركز ده في اتجاه الـ Y في اتجاه الـ Y كده مسافة كم؟ مسافة خمسين مليمتر ونجيب الفرجار نجيب الفرجار ونركز هنا وناخذ الفتحة هذه ونروح للنقطة اللي أزحناها هنا ونركز الفرجار هنا بالفتحة اللي أخذناها دي ونرسم الجزء بتاعنا ده بعدها أجيب المثلث وأضع المثلث بحيث أتحصل هنا على تماث وهنا على تماث وإيه؟ وأرسم الخط هذا اللي محتاجينه هذا الخط بتاعي اللي يربط بين الإليبس ده والإليبس ده باجي عندنا إيه؟ باجي عندنا الإليبس الصغير دي البيضاوي ده اللي هو الـ R بتاعه هنا عشرة يعني هنزل من هنا مسافة عشرة وأرسم خط موازي للـ X نفس الحاجة هطلع فوق مسافة عشرة وأرسم خط موازي أروح يمين وأروح شمال وأرسم إيه؟ خط موازي لإيه؟ موازي للزد هذه المسافة عشرة ودي المسافة عشرة وكده تحصلنا على مركزين بتاع البيضاوي بتاعنا وعايزين نتحصل على المركزين التانين نوصل للنجات دي ببعضها ونبدأ إيه؟ نرسم الإليبس بتاعنا نيجي للمركز ده الأول ونفتح الفرجار للنقطة دي ونوصلها بالنقطة دي كده تحصلنا على الجزء الأول بتاع الإليبس بعدها هاجي للمركز ده وأفتح الفرجار للنقطة هذه ووصلها بالنقطة هذه كده تحصلنا على إيه؟ على الجزء الثاني بتاع الإليبس أروح للمركز ده وأفتح الفرجار للنقطة هذه وأوصلها بإيه؟ بالنقطة دي وآخر جزء بتاع الإليبس هاجي للمركز ده أركز الفرجار هنا وأفتحه للنقطة هذه وأوصلها بإيه؟ بالنقطة دي وكده إيه؟ رسبنا البيضاوي بتاعنا